موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحفة نبدأ من صحيفة الانديبندنت التي نشرت تحت عنوان أسطورة الدروع البشرية التي تستخدمها حماس في غزة جاء فيه تطرق الكاتب الإنجليزي كيم سينجوباتا في مقالته بصحيفة الانديبندنت تطرق إلى مزاعم إسرائيل القائلة بأن حركة حماس تستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية لصد العدوان الإسرائيلي على معاقل مقاتل الحركة ومخازن أسلحتها واستأنف كيم مقالته بالإشارة إلى قيام إسرائيل قبل أيام بقصف مبنى من ثلاثة طوابق تحولت إلى حطام فوق رؤوس قطنها وأسفر عن مقتل ستة وعشرين شخصا أربعة وعشرون منهم من عائلة واحدة ويقول الكاتب في نفس الوقت الذي كانت إسرائيل تقصف المبنى ومنازل أخرى للمدنيين كان رئيس وزراء إسرائيل بن يامين نتنياهو يشن حملة إعلامية عبر شاشات التلفزيون ضد حركة حماس ويتهمها باستخدام المدنيين كدرع بشرية في غزة لوقف هجوم القوات الإسرائيلية التي تهاجب المنازل والمساجد والمدارس التي تستخدمها حماس للاختباء ولتخزين أسلحتها فقال كيم أن إسرائيل في قصفها الأخير على المنازل والمدنيين لم تقم بإعلان تحذيرات للإخلاء مثل ما فعلت في بداية حملتها العسكرية على قطاع غزة مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي عاجز حتى الآن عن تقديم أدلة بأن منازل المدنيين التي قصفتها كانت تحتوي على أسلحة لحركة حماس وأضف الكاتب أن إسرائيل قامت بقصف مسجد الفاروق ومدرسة لوكلة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونيروا في غزة منتهكة بذلك جميع القوانين الدولية بحجة أن حماس استخدمت المدرسة والمسجد كمخازن لصواريخها التي تقصف بها إسرائيل وبعدها قصفت القوات الإسرائيلية منزلا لذوي الاحتياجات الخاصة أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أربعة مدعية أيضا أن قياديا في حركة الجهاد الإسلامي كان يعيش هناك وسرد الكاتب في مقالات عدة في لقاءات عدة أجرها مع سكان من قطاع غزة وقال كم إن أهالي قطاع غزة أكدوا له أنهم لم يجبروا أبدا على البقاء في أماكن خطرة لاستخدامهم كدرع بشرية حيث تدعي إسرائيل أن حماس تجبر السكان على التواجد في أماكن الخطر وأكدا أن أحد أسباب مقتل عائلات كاملة نتيجة قصف المنازل هو إصرارهم على البقاء معا لأن السكان هناك يعانون صعوبة بارغة في إيجاد مكان أو مأوى آمن لاختباء من القصف الإسرائيلي العشوائي نظرا الكثافة السكانية الكبيرة في قطاع غزة ننتقل الآن مشاهدين إلى وكالة أنباء ريترز التي نشرت تقريرا بعنوان مسلمون متشددون حاولوا فرض مبادئهم في مدارس بريطانية جاء فيه كشف تحقيق للحكومة البريطانية أن مسلمين متشددين حاولوا فرض أجندة إسلامية متشددة وعدائية على بعض المدارس في مدينة بيرمينغام منها الفصل بين التلاميذ على أساس الجنس ومنع الاحتفالات المسيحية وجاء فيه تقريرا لبيتر كلارك الرئيس السابق لقيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة لندن أن بعض المدارس التي بها غالبية مسلمة تدعو شخصيات معروفة بوجهات نظرها المتطرفة إلى التحدث أمام التلاميذ وتدعم منظمات تصنفها الحكومة البريطانية على أنها متطرفة كما حاول مسلمون متشددون إجبار المدارس على تعين نظار ومدرسين يدعمون تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية وقال كلارك هناك تحرك منسق متعمد مستدام من جانب عدد من الأفراد المترابطين لتطبيق تفسيرا متشددا عدائيا للإسلام في عدد من مدارس بيرمينغام وصرح كلارك بأنه لم يبحث خلال التحقيق عن أدلة على الإرهاب والتطرف المتسم بالعنف ولم يجد خلال التحقيق أي أدلة تنمو عن ذلك لكنه رصد عدد من الأشخاص مرتبطين ببعضهم البعض يشغلون مراكز ذات نفوذ في المدارس والأجهزة الحكومية يتبنون ويؤيدون أو يخفقون في التصدي لوجهات النظر المتطرفة ويعيش في بيرمينغام وهي ثاني أكبر مدينة في البلاد جالية كبيرة من المسلمين نظرا للهجرة من باكستان وبنجلادش والهند وتحدث التقرير عن وقائع منع التلاميذ من الغناء والاستماع إلى الموسيقى ومنعهم من رسم وجوه أشخاص خلال حصة الفن كما أورد أدلة على الفصل بين التلاميذ على أساس الجنس والتمييز ضد غير المسلمين بل أن بعض المدارس ألغت لاحتفال بعيد الميلاد وجاء في التقرير أن إحدى المدارس التي شاملها التحقيق نفت كل المزاعم الوردة فيه وقالت وزيرة التعليم البريطانية نيكي مورغان للبرلمان أن ما خلص إليه تقرير كلارك مزعج وأضافت تقريره يقدم أدلة دامغة على تصميم أناس تربط بينهم عقيدة واحدة على السيطرة على أجهزة الإدارة في عدد صغير من مدارس بيرمينغهم نواصل الآن مشاهدينا مع صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالة لطارق الحميد بعنوان نصر الله اجتم رائحة الدم جاء فيه مثل سماك القرش في البحر اجتم زعيم حزب الله رائحة الدم في غزة فأطل برأسه انتهازا للفرصة علّى وعسى أن يبيض صفحته العربية الملطخة بدماء السوريين ومن أجل تحقيق ما هو أكثر من ذلك بالطبع ففي يوم الاثنين المنصرم نشر موقع الجزيرة القطري خبرا بعنوان حزب الله يبدي استعداد للتعاون مع المقاومة الفلسطينية وجاء في الخبر أن نصر الله أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح أشهد فيهما بصلابة وصمود المقاومين وإبداعاتهم كما أشهد بصبر أهل غزة المتمسكين مع المقاومة في خياراتها وشروطها وأضاف الخبر أن ما سمعه نصر الله من الأخ أبو الوليد مشعل يبعث على الثقة المطلقة بقدرة المقاومة على الثبات والصمود وصنع الانتصار الثاني والمقصود بالانتصار الأول كما شرحته الجزيرة هو حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل التي نذكر جيدا أن نصر الله كان يقول وقتها إن على من يحب لبنان إيقاف هذه الحرب ويضيف خبر الجزيرة أن نصر الله أكد وقوف حزبه إلى جانب الفلسطينيين مؤيدا لرؤيتهم وشروطهم المحقة لإنهاء المعركة ثم يختم بالقول إن نصر الله استعرض خلال اتصاله بشلح الحراكة الدبلوماسية البطيئة والفاشل في مقابل تماسك الميدان وتوحد جميع فصائل المقاومة وهنا بيت القصيد فنصر الله يرى في حرب غزة فرصة لتلميع صورة حزبه المتورط في الدم السوري فما يريده نصر الله بكل وضوح هو المتاجرة بالدم الغزاوي ولذا يقول إنه مع المقاومة بينما الحقيقة هي أن هذه المقاومة المزعومة لنصر الله وأمثاله ما هي إلا ميليشيا متورطة بالدم السوري ولو كان نصر الله صادقا فيما يقول فليس المطلوب منه فتح جبهة مع إسرائيل وإنما كل ما عليه فعله هو الانسحاب من سوريا وتركها لأهلها بذل من قتل السوريين وبشكل أعنف مما يفعله الإسرائيليون في غزة فيكفي أن عدد من قتل من السوريين إلى الآن تجاوز 170 ألف قتيل ولذا فإن مخطط نصر الله واضح حيث يريد استغرال الدم الفلسطيني لتحقيق مآربه مثله مثل غيره من الباحثين عن دور سواء بوساطة أو خلافها فنصر الله يريد تلميع صورة حزبه فهل ينجح نصر الله هذه المرة باستغرال الدم الفلسطيني؟ أشك في ذلك ننتقل الآن مشاهدين إلى صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت تحت عنوان يونسيف 5 ملايين و 600 ألف طفل سوري يحتاجون لمساعدة إنسانية منقذة للحياة جاء فيه علنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أمس أن 5 ملايين و 600 ألف طفل سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية منقذة للحياة يعيش 765 ألفا منهم دون سن الخامسة داخل البلاد في مناطق يصعب الوصول إليها ويحتاجون إلى لقاح ضد شلل الأطفال وأشار التقرير إلى أن النزاع والقيود يجعلان من توصيل المساعدات الإنسانية بما فيها اللقاحات بشكل منتظم أمرا في غاية الصعوبة وصدر التقرير بمناسبة انتهاء البرحلة الأولى من أكبر حملة تلقيح ضد شلل الأطفال نظمت في تاريخ الشرق الأوسط نواصل مشاهدنا مع صحيفة الصباح التركية التي نشرت تحت عنوان جاء دور القضاء بعد الدخول إلى دهالز الأمن جاء فيه بدأت يوم أمس عملية اعتقالات متزامنة طالت عناصر التنظيم الموازي المتغلغلين في الدوائر الأمنية في تركيا وإشارت المصادر إلى أن عملية مشتركة تمت في نفس الوقت وعلى مرحلتين في 22 ولاية أسفرت عن اقتقال 99 شخصا معظمهم من المسؤولين الأمنيين وحول التفاصيل ذكرت المصادر أن المرحلة الأولى من هذه العملية تمت ضد منتسبي الأمن المعروفين باسم عصبة سلم الإرهابي المتهمين بالتحضير لانقلاب الثالث ضد الحكومة الحالية وأن المرحلة الثانية من هذه العملية المتزامنة تمت ضد منتسبي الأمن المتهمين بعمليات التنصط غير القانوني التي حدثت بين أعوام 2008 و2012 هذا وستجرى محاكمة هؤلاء المعتقلين استنادا إلى سبع تهم مختلفة بينها التآمر على إطاحة الحكومة والتجسس والتنصط غير القانوني وبحسب المصادر فإن هذه العملية ستتوسع مع الوقت لتشمل منتسبي القضاء تابعنا للتنظيم الموازي داخل الدوائر القضائية نواصل الآن مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تحت عنوان خلينا الصح حملة توعية يقودها ناشطون سوريون في اسطنبول جاء فيه أطلق مجموعة من الناشطين السوريين في مدينة اسطنبول حملة باسم خلينا الصح من أجل توعية مواطنيهم المقيمين في المدينة بضرورة مراعاة خصوصيات المجتمع التركي موزعين عليهم منشورات تضمنت مجموعة من النصائح وانطلقت الحملة قبل يومين وتستمر عدة أيام وتضم المجموعة نحو عشرين ناشطا يقومون بجولة ميدانية إلى مناطق تواجد السوريين وبشكل خاص في محيط المطاعم والمحلات التجارية التي يتوافدون إليها هذا وقد شهدت عدد من المدن التركية في الفترة الأخيرة مجموعة من النشاطات التي قام بها ناشطون سوريون من أجل توعية السوريين بعد احتجاجات مواطنين أتراك طالت السوريين وممتلكاتهم في عدة مدن تركية وفي اليوم الأول للحملة تجول الناشطون في منطقة باكجلار غرب اسطنبول على عدد من المطاعم السورية وقاموا بتوزيع المنشورات فيما طالب بعض المتسورين بعدم اتباع هذه الطريقة التي تسيء إلى السوريين بين المجتمع التركي وتضمنت المنشورات إشارة إلى الأمور الصحيحة ومنها دفع الفواتر المستحقة بوقتها والالتزام بإشارات المرور فضلا عن تسليم البيت المؤجر لصاحبه كما استلمه المستأجر إضافة إلى إهداء الجار التركي لقمة طيبة والأهم من ذلك محبة السوريين لبعضهم البعض وبالمقابل فقد تضمنت المنشورات عددا من المحظورات منها رفع الأصوات بشكل يزعج الآخرين ومخالفة طابور وسائل النقل إضافة إلى رمي المهملات والقاذرات في الشوارع والاجتماع في الأماكن غير المناسبة واختتم المنشور بعبارة نحترم عادات وتقاليد البلد الذي استضافنا وفتح الباب لنا ويجب أن لا ننسى أن هذا البلد قدر السوريين ورفع من قيمتهم وهيك من كون صح نقرأ الآن مشاهدنا الكرام في موقع كلنا شركاء حيث نشر مقالة لمحمد إقبال بلو بعنوان خبر عاجل التقيتها وجها لوجه جاء فيه على دوار أتاترك وسط أنطاكيا وأمام مقهن يرتاده السوريون عادة وقفت ملكة جمال سوريا لا يتجاوز عمرها سبعة أعوام بكامل جمالها وبراءتها وأناقتها تحمل بعض علم المناديل وتحاول بيعها في محاولة جادة للبحث عن الرزق الحلال الذي نسي طعمه الكثيرون من ثوارنا في جبهات أنطاكيا وغازع التاب خرجت نادلة المقهى العلوية اللطيفة بعد أن لافتت نظرها تلك التحفة السورية دون أن تدرك النادلة أن من تقف أمام باب المقهى ليست مجرد طفلة بل هي الكرامة السورية بأبها صورها وبربيع لا يشبه الربيع العربي بل هو ربيع إنساني مختلف تماماً عن كل ربيع بينما تحدث النادلة بائعة المناديل توقفنا أنا وأحد الأصدقاء وبعد دفع ثمن المناديل دون أخذها ألحت الطفلة مرات عديدة على أن أخذ ما دفعنا ثمنه بينما فتحت النادلة حديثاً جانبياً معنا يتعلق بالوضع في سوريا كما فهمته هي لم تكن تدرك خطأ وجهة نظرها فما سمعته واقتنعت به من محيطها الاجتماعي مخالف للواقع تماماً احتد النقاش وبدأت النادلة تبحث عن رأي مؤيد لها حتى ولو كان من تلك الطفلة الصغيرة لتسألها السؤال المفاجئ تحبي بشار؟ بابتسامة نقية قالت الطفلة لا ما أغضب النادلة ضمنياً إلا أنها بقيت محافظة على لطفها المعتاد مع جميع السوريين كزبائن لمقهى كانت الكرامة السورية الطفلة تنظر نظرات تحد تصر من خلالها دون أن تزيد بأي كلمة على كرهها لمن قتل وشرد الملايين من أهلها لتقطع النادلة صنط الطفلة بتكرار السؤال نفسه وتجيب الطفلة بنفس الجواب تماماً ترى هل يمتلك السوريون جميعاً إسرار الطفلة؟ أم يحاولون المراوغة بحيث لا يعلنون موقفاً واضحاً في بيئة اجتماعية مؤيدة للنظام السوري؟ بدأت محاولات أخرى لنيل من كرامة الطفلة أو طفلة الكرامة لتخبرها النادلة بأنها لم تسمح لها بالدخول إلى المقهى وبيع المنادين للرواده وأكدت لها إنها إن لم تحب بشار الأسد فلن تدخل المقهى حيث تحصل على رزقها وكان جواب الطفلة السورية الحلبية نفسه تماماً لا لا أحبه رغم أننا سمعنا عن الكرامة مراراً وشعرنا بها أحياناً إلا أننا لم نلتقي بها مطلقاً وكل اعتقادنا أنها شيء معنوي غير محسوس متخف عننا دائماً لكنني اليوم التقيت بالكرامة ومسحت على رأسها كم كانت جميلة وكم جعلت من ساحة أتاتورك في أنطاكيا ساحة واسعة الرحبة نعم لقد التقيت بالكرامة وجه لوجه وأستغرب من لم يحاول يوماً أن يلتقي بها نصل المشاهدين الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع سراج برس مقالاً لمحمد أمين بعنوان بائعة الفلافل في حلب تتحدى قال في تنظر هذه الزهرة السورية الجميلة بثقة إلى مصورها وكأنها تريد أن تقول للعالم أن سوريا لن تنكسر تجلس وراء أقراص الفلافل تبيعها في شوارع حلب لتعلى أسرتها إنها رسالة لكل المرجفين واليائسين والمستسلمين للظل أو لليأس عيون تمنض بالحياة عيون تتحدى البراميل التي حصدت عدداً غير معروفاً من أطفال سوريا لا يكاد يمر يوم لا ينقل فيه الناشطون خبر استشهاد عائلة كاملة أو طفل لم يترك النظام مكاناً يعتقد أن به أطفالاً إلا وقصفه قصف المدارس قصف الأفران حيث يقف الأطفال لساعات طويلة أمامها لشراء عدة أرغفة قصف ما تبقى من حدائق يلعب بها أطفال سوريا قصف البيوت حيث يختار الوقت الذي يكون فيه الأطفال نياماً ليقتل حتى أحلامهم البرئة لم يعرف التاريخ قوة استبداد استهدفت الأطفال مثل قوة الاستبداد التي تحتل سوريا منذ عقود ونيف ليس هناك إحصائيات دقيقة لعدد الشهداء والمصابين والنازحين واللاجئين وممن تقطعت بهم السبل للأطفال سوريا ولكن المؤكد أن الأعداد صادمة ومؤلمة وموجعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بدأ أطفال سوريا الثورة وهذا ما يفسر حقد النظام عليهم لم يكن تصرفاً فردياً ذاك الذي حدث مع حمز الخطيم في الشهور الأولى من الثورة كان رسالة كتبها القتل على جسد الطفل البريء مفادها أن أطفالكم أيها السوريون سيكونون حطب النار الكبرى في حال فكرتم بالاستمرار بالثورة وصلت الرسالة للسوريين وفهموها جيداً فكان لابد مما ليس منه بد لم تقتل صواريخ الأسد وبرامله المحشوة بالحقد والبارود لم تقتل إرادة الحياة في أرواح أطفال سوريا زادتهم عزماً على التمسك بأسباب الحياة أكثر أطفال سوريا في كل آن يقولون لبشار أنت المدبر ونحن المقبلون أنت الراحل ونحن الباقون سوريا لنا المستقبل لنا الحياة لنا وأنت صديق الموت أطفال سوريا يصنعون الحياة أينما حلوا ولهذا يتأمر العالم كل العالم عليهم ويمد قاتلهم بأسباب البقاء ولكنه البقاء الأجوف فالعيون التي تتحدى آلات الموت الدائرة ترحاها في سوريا لابد أن تنتصر ولو بعد حين إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجدداً بعد غداً إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة